ايلون ليفي متحدث حكومة اسرائيل قال احنا متوقعين قتال صعب منفتحين على اي رأي ايجابي عشان نخفض الضرر على المدنيين طالما هنقدر نضمر حماس فرد على تقرير بخصوص اغراق انفاء غزة بالمية والجيش بيعمل اجراءات هندسية واحنا على وفاق تام مع امريكا في الاهداف الاستراتيجية للحرب يا ايها المتحدث الفخور لسه معاي ولا ولا افلت التلفزيون عندك فاكرة ان فيه اتنين باحثين امريكان قالوا ان فيه مستثمرين كانوا على علم مسبق علم مسبق بخطة حماس في الهجوم على اسرائيل يوم 7 اكتوبر سمعت الماضي دا قالك ان المستثمرين دول استخدموا المعلومات دي عشان يعملوا ارباح في الاوراق المالية والكلام دا اللي قالته رويترز عن بحث عملوا اتنين اسادزة قانون واحد اسمه رابرت جاكسون جونيور من جامعة نيويورك والتاني اسمه جوشوا ميتس من جامعة كولومبيا قالوا عمليات بيع كبيرة للأسهم على المكشوف سبقت هجمات 7 اكتوبر شهرين وقالوا قبل ايام من الهجوم المتدولين كان باين انهم عارفين الاحداث اللي جاية وقالت الاهتمام بسندوق الاسهم الاسرائيلي في البورصة اللي مدرج في مؤشر ام اس سي اي ارتفع بشكل مفاجئ يوم اتنين اكتوبر وده حسب بيانات سلطة تنظيم الخدمات المالية الاسرائيلية اللي هي فنرا الباحثين كتبوا في تقرير من 66 صفح قبل الهجوم مباشرة زادت عمليات البيع على المكشوف للأوراق المالية الاسرائيلية بشكل كبير في بورصة تل قبيب البورصة بعتت استفسارات رويترز لهيئة الاوراق المالية الاسرائيلية والهيئة ردت بانها حاجة معروفة وفي تحقيق مع الاطراف المعنية